اكتشفت بوهبة اختها المصابة بمتلازمة داون فقررت ان تسخر حياتها ودراستها وعملها من اجلها وظلت سندا وعونا ومحفزا لها حتى استطاعت الوصول بها رياضيا واجتماعيا الى درجة متفوقة اذا كنا نكثر دائما من الحديث عن البر بالاباء والامهات وهذا واجب يجب ان يبقى فهنا ايضا صورة مشرقة للبر بالاخوات اذا صحت هذه التسمية واحدة من الحكايات الملهمة سنحكيها هنا في استجيو ياهلا بحضور الاستاذة بدور المطيري وهي اخصائية التربية الخاصة استاذة بدور حياك الله معنا في ياهلا وشكرا لقبولك دعوة البرنامج اهلا الله يحييك والشرف لي احنا ودنا نسمع كذا القصة من بدايتها قصة بدور رزان تمام البداية المختصرة يعني راح احكي لك من الولادة البداية المختصرة كانت كأي اسرة يجيها طفل ذوي اعاقة كانت صدمة لكن الحمد لله انا واهلي تقبلنا الاعاقة بسرعة ما كان في صدمة استمرت بعد الاعاقة الحمد لله حبينا رزان والكل يعرف الحين المتلازمة الدام سبحان الله ينحبون يعني بتصرفاتهم بضحكتهم الدائمة بركصهم باساليبهم الحلوة فالحمد لله لك يا رب ابدا ما وقفنا عند الصدمة مشينا كملنا حياتنا ما دخلت للأسف رزان مدرسة من بدري هذه احد الاسباب عفوا ليش المنطقة اللي كنا ساكنين فيها للأسف ما كان فيها مدارس يعني قليلة جدا ولم نتم قبولها يعني ما كان فيها مدارس متخصصة لحالة رزان مثلا لا موجود بس كانت قليلة كان شوف بقولك انه ايش كانوا للأسف اي طفل لابس بامبرز عذرا ما نقبل يا انه يجين منهم ولابس بامبرز او لا ما نقبل فدائما ذوي الاعاقة يتأخرون شوي بدخول الحمام صحيح فتأجل موضوع دخول الحمام تأجل للأسف رغم اننا جدا حزينين لانها الدون يتعلمون بسرعة يعني قابلين للتعليم جدا فالحمد لله يكملنا حياتنا لكن ما كان في ذاك الانجاز والمنطقة نفسها كما ما كان فيها فعاليات او كان فيها ممكن انها تمارس هواياتها بس الحمد لله يعني عفوا وين المنطقة بالطايف في الطايف طيب يعني هذا اول تقريبا لما اتكلم انا عن قبل 18 سنة لكن حين الحمد لله كلنا تطور بالمناطق يعني صاروا مهتمين بذوي العاقة اكثر الى ما قبل الدراسة ما اكتشفتوا شيء مثلا من مواهبها او من قدراتها لا لا كنت بقول لك كانت التابع كورة يعني البيت كله ما كان فيه احد يتابع كورة ابدا هي تفتح التلفزيون وتقعد بالساعة تتابع كورة فكان هذا اول جذب انتباه لنا انه حتى لما نوديها الالعاب ما كانت نظر الالعاب الثانية كورة لعاب مسدسات كانت تستهويها الاشياء اللي فيها اكشن فيها حركة فيها يعني العاب البنات العرايس المكياج ما كان نستهويها اول بس يعني ما اكتشفنا زيادة توقعت النميول بس ما توقعت انه بيوصل كموهبة لكن لما نقلنا الرياض تقريبا قبل 6 سنوات بديت صراحة اكتشفها شي فيها من الايباد لما نجبنا الايباد صارت تدخل على الكراتي صارت تدخل على الآب الرياضية صرت اشوف شغفها فيه فبحكم ان الرياض ما شاء الله يعني فيها فرص كثيرة فيها اماكن كثيرة وبحكم تخصصي اني انا صرت موظفة هنا وصار فيه ناس معارف لي وصرت اشوف فصرت اكلمهم واحاول ادخل رزان بكل مجال لين الحمد لله تقبلت صارت سعيدة جدا بالرياضة والاشياء هذه طيب وش حكايت التخصص استاذ بدون يعني مما اعرف انه انت كان اتجاهك شيء اخر جدا ولكن لانك حبيت العناية برزان اخترت تخصص التنمية الخاصة كانت رزان اول حالة متلازمة داوم بالعائلة كاملة ما كنت اعرف وش معنى متلازمة داوم ابدا كان مصطلح عادي كان اول يعتبر كاعاقة عقلية بمختصر ما كان يحدد يعني كمعرفة لنا احنا كاسرة لما كذا جت يعني على الثنو كذا حبيت التخصص بديت يعني استكشفه بديت افهم يعني ايش تربية خاصة دخلت على طول تيسرت اني انقبل على طول بالتربية الخاصة وتخصص بالاعاقة العقلية والحمد لله تيسرت اموري وسعيدة جدا بالتخصص يعني اتوقع اسعد شي سويت في حياتي اللي دخلت تربية خاصة وش كان توجهاتك من اول كايش يعني يعني امنياتك طموحاتك قبل ما يدخل موضوع التربية الخاصة كان لغة انجليزية اه بس يعني حلو تقدري تجمع الاثنين اي مع بعض الى اي درجة فادك تخصصك في التعامل مع عرزان ما اقدر اوصف لقد ايش كل شي كل شي كل شي يعني انا اشتغل مع عرزان كاخصائية واشتغل مع عرزان كأسرة انا جماعة الاثنين يا سلام اعرف الاخت المتخصصة اي يا سلام طيب نرجع الرزان متى لمحت فيها حبها لرفع الاثقال او للكارتين لان تقريبا هذه اكثر رياضتين تحبها الكارتين من اول تتابعها على التلفزيون اتابعها بالافلام اتابعها على الايباد لكن الاثقال كان كلموني انه فيه مسابقة وفيه كذا وكنت حابة مرة وكنت متأكدة ان رزان راح تتقبل فوديتها وعلى طول تحمسها وين وديتيها وين الولمبيادة السعودي الخاص البطولة وقلتي لهم هالي تحب انها تشترك في رفع الاثقال اي اي هم خيروني وانا قلت له رفع الاثقال ايش معنى رفع الاثقال داون فيهم قوة يحبوني شنون يحبوني يعني يسوون نفسهم قوياء يحبون فهذا اللي انا شفت الرزان فلما نوريت رزان الاجهزة الرياضية انبسطت مرة وحبت وعلى طول اصلا يعني اذكر المدرب قال ما شاء الله تبارك الله انجزت من اليوم الاول في التدريب طيب وش اللي حققته في هذا المجال الى الان بالرياضة في الاخذة المركز الاول الميدالية الذهبية في رفع الاثقال والمركز الاول في رفع الصدرية على مستوى المملكة اي طيب في معنى صور وفيديوهات اذا تشوفينها على الشاشة وتعلقين عليها هذه الصورة وين كانت؟ هذه في البطولة اثناء البطولة اللي هي بطولة رفع الاثقال على مستوى المملكة اي الانبياد السعودي تقريبا يمكن شهرين وهذا الفيديو هذا اثناء تسويجها بالمركز الاول اي بالميداليتين طيب كيف انعكس هذا النجاح على الحالة مثلا النفسية والاجتماعية الرزان انت قريبة وتقدر تقيسي صارت تحس ان لها موهبة تحس ان لها يعني صارت تحس انها مبهمة يعني شخص عادي زي ما انا للأسف اشوف ذوي العاقة مجرد ان يروح المتسير يرجع البيت اكل ونام وخلاص انتهى الموضوع لا رزان صارت يعني لدرجة انها صارت يعني عندها خلاص صارت تبني شخصية في عاقلها تاخذ المويات العلب الصحة تكسمهم فريقين يعني مثلا خمس علب لونها ازرق وخمس علب لونها ابيض تصفهم خلاص هذه لعبتها الدائمة وتسالب على اساس انهم كرتين فيوقفونهم صفته هنا وصفه هنا وفي اثنين يضاربون الكرتين الكرتين دخلته الحين كلعبة كاحتراف او لا لا والله يعني ما شاء الله تبارك الله اشوفها كمحترفة كل هذا من اليوتيوب فقط يعني للأسف لكن الله قال لا كلعبة خلاص تدخل وتتمر اي لعبة بس يظل الموضوع في نقص من ناحية انه ما فيه تدريب دائب بدل الحياة هذا كان تدريب لفترة معينة على البطولة طب وش اللي يمنع انها تلتحق فيهم باستمرار للأسف ما فيه ما فيه مكان متخصص نسائي لذوي الإعاقة اجمالا كل الإعاقات لا ممكن يعني ما ادري ممكن يكون فيه للإعاقة البصرية للإعاقة الحركية ما أدري أنا أتكلم ممكن على الإعاقة العقلية ومتلازمة الدول إلى الأم البنات أعمار كبيرة ما فيه يعني رزال لما دخلتها ترى كان أغلبهم شباب يعني حتى المدرب حقها صح إن الله يسعده ما قصار وكلهم كانوا متعاونين وأنا كنت معهم أصلا في التدريبات بس يحتاجون فريق نسائي يعني يحتاجون أحد يحركهم يساعدهم يدربهم فللأسف ما فيه والكرتين خصوصا هي تعشق الكرتين أكثر من أي هواية ثانية كم عمر رزال ما شاء الله 18 كيف فهم على الدراسة إلى وين وصلت الحين تدرس في مركز رعاية نهارية في تأهيل المهنية وماشي بشكل جيد الحمد لله طيب بما أنك قريبة منها يعني رزال ما تستطيع الحديث بس أنت تفهمي كل تعبيراتها في جواتها طموح معين هي حابة توصله وتعبر لك عنه إيه الكرتين يعني شوف لما نتابع أفلام تجيني على طول عند الفقرة اللي صار فيها الكرتين وتقول شوفي وعلى طول ألقاها مطبقتها ما شاء الله طيب قبل ما نختم الحلقة الآن علشان رزال تمشي في الكرتين وفي الأثقال وش اللي تحتاجوا هي والناس اللي في مثل حالتها اللي يحتاجونها هي والناس اللي مثل حالتها صراحة فريق متكامل يخليهم يتدربون بشكل منتظم أبذكر مثال يعني صراحة مثال يحتذا به فريق دراجتي إذا عندك خلفية عندها فريق دراجتي هذا فريق الأشخاص العاديين سوى مبادرة مع الأستاذ عبد العزيز المطيري الله يسعده فريقه صار فيه تدريبات لذوي الإعاقة يوم بالأسبوع منتظم مدى الحياة شوفي أنا بصراحة أتمنى أن دعوتك هذه تصير على صعيد رسمي أي هذا هو أن يكون مثلا وزارة الرياضة تتبنى هذا الموضوع وأن يكون فيه مكان لتأهين الأشخاص ذوي الإعاقة النساء في مثل هذه لأنه موجود أكيد فيه يعني رجال كثير بس نسائي ما فيه يعني فريق متخصص خلنا نوجه هذا المطلب على الهواء إلى وزارة الرياضة إن شاء الله طيب قبل أن ننهي هذه الحلقة إذا سمعين أستاذة بدور أنا أستأذنتك في هذا الموضوع قبل الحلقة طبعا نحن حبينا أن رزان تكون معنا في الستيديو لكن رزان يعني ما تتحدث فما حبينا أنها تظل كل الوقت موجودة معنا وهي صامتة وحبينا أن نأخذ القصة كاملة من بدور لكن رزان الجميلة تفضلت علينا وقبلت أنها تحضر معنا في الستيديو تعالي وبالناديها تكون معنا هنا قبل أن نختم الحلقة وتشوفوها معنا على الهواء وعشان تحيونها من منازلكم جميعا لأنها اليوم بطلة سعودية قادمة في موضوع الأبطال من دوي الإعاقة وبالذات من المصابين بمتلازمة داوة تعالي هناك هذه رزان تشرفنا هنا في الستيديو يلا قليلهم هاي شكرا أحلا هاي شكرا لرزان شوفي الكاميرا شكرا لك بدور أعطيهم بوسا أعطيهم بوسا يا سلام بهذه التحية الجميلة نخدم معكم هذه الفقرة الله يوفق رزان كل التحية لبدور وعائلتها ولكل من يدعم هؤلاء الأشخاص ومن نجاح إلى نجاح وشوفكم بعد الفاصل اشتركوا في القناة